أنا ربيت بهذه البيئة يعني ربيت محيطي ببسكنتا كله محيط ينتمي إلى فكر أنتون سعادة وإلى فكر الحزب السوري القومي الاجتماعي ولكن أنا سمر أبو خليل لست سورية قومية اجتماعية وإن كنت معجبه إلى أقصى حدود وفي جزء طبعا ليك بتأسلك سؤال في حدا عنده عقل ممكن إنه ما يتأثر بأي شي موجود بأنتون سعادة تبه طيب بس أنتون سعادة أكتر من أنتون سعادة فكر شي للسياسي عجنب يا رالف كتاب نشوق الأمم يلي هو علم اجتماع أوكي ترجم لـ 38 لغة بالعالم يدرس بـ 130 جامعة باختصاص علم الاجتماع طبعا بلبنان لأنه كتبه أنتون سعادة انمنع 20 سنة ما لها يعني إنه شو بدنا هلأ بها الخبرية أنا أكيد في كتير أمور بالفكر السوري للقوم الاجتماعي تعجبني أولى الله طائفية أولى الله طائفية شو اللي ما بيعجبني هو إنقسامهم والما بيعجبني هو الإنحراف عن هذا الفكر هذا شي ما بيعجبني يعني اليوم هنا منحرفين عن هذا الفكر طبعا في جزء منهم منحرف عن الفكر طبعا طبعا فهيدي جوابا على هيدا هيدا النقطة بالتحديد جوابتك؟ جوابتين أوكي جوابتيني بس كمان بنفس الوقت بنعرف أنه أنت عندك صدقات مع أحزاب معينة عندك صدقات مع سياسيين مع كل الأحزاب مع ناس كل الأحزاب صدقات بسبب المهنة ولا 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 أنت تعجبين يعني بأداءهم بشهرة مع هاي المشكلة مش موضوع إعجاب بأداء في جزء من الصدقات هي بسبب المهنة وفي جزء من الصدقات في أني يكون أنا مثلا عندي أصدقاء من حزب ما بيعجبني شي فيه مثلا لا أنتمي إليه لا من قريب ولا معيد ولا بحب خطه ولا بحب طريق تفكيره بس هيدا شي وأصدقائك شي تاني لأنه هاو دي بيقتك عايش أنت وياهم بالحي وبالبيت وبالضيعة وبالكنيسة وبالجامع بس هلا يعني بمطرح معايا كانوا عم تقولين أنه أنا بحب كل الناس بالسلطة مش ضروري لا كيف سلطة يعني رائع يعني كل النواب أنا عم بحكي عن وضوع آخر أنت عم تحكي عن النواب والوزراء بس أنا عم بحكي ياللي بقى بالسياسة بالنواب والوزراء بالسلطة إذا عم تحكي عن نواب والوزراء أكيد في صداقات بس ما في بس أنت على صداقة كتير كبيرة بس ليمين بيك فرنجية طبعا أنت على أنت معجبة بخط طيار المردة نوعا ما كمان انتبه في فرق بين خط طيار المردة وبين سليمين فرنجية أنا سليمين فرنجية طبعا يعني بعتبر حالي وأعتز بصداقة سليمين بيك فرنجية وطوني فرنجية والكل تبه في شغلي هون أساسية اللي بيعجبني بس ليمين فرنجية هو هذا الصدق لا متناهي زلمي صادق عينك بنت عينك بيقلك أعور أعور بعينك ما عنده التفاف ما عنده عملية التفافية وانتبه هيدا 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 زيادة الصدق والصراحة والوفا لأنه سليمين فرنجية دفع حق وفاقه غالي لأنه عن أي وفا عن مين وفاق لعلاقاته وفاق لعلاقاته وفاق لناسه مع حزب الله يعني للكل وفاق مع ناسه وأهله وجمهوره كمان ما هو كمان لو ما الأرض بس ما هنه الطيار الوطن الحر اعتبروه غير وفا نهار اللي معيار الطيار الوطن الحر برأيك هنه بيصنفو الناس بلا بس تقليك شغلة انت عم تقولي له هو وفا لناسه حلفائه اعتبروه غير وفا اللي هو أحد حلفائه الطيار الوطن الحر سابقا لما ترشح قبل ما وهو عارف انه رئيس ميشيل العون عم يتحضر لا يترشح كان بعده جنرال بالرابي بقس ليمان فرنجية بقس ليمان فرنجية فترة طويلة لمن يسألوه عن موضوع رئاسي يقلون الأولوية لما يشيل العون وبيعتبرو بيو اكتر من مرة انا بالحلقة معي وبس رشحوا بسط مش بس رشحوا بدك تنتبه حط حالو بلان بي هم عرفت فوقت اللي جا الجواب انه انا من جنرال وقت طلع حكي قالو انت بلان ا بس في حال ما قدرتو سلط بكون انا بلان بي قالو ما في عندي بلان بي هم طيب انت هوني في حدا عم بي عم بيزفتك من على الطابق العاشر ما هيك هوني فكر انت وين في قلة وفا اكتر هم مين وفا اكتر طلع حزب الله لما بقى مصر على الرئيس عون طبعا حزب الله بموقفو عندو وفاق كبير بعلاقاتو لما انطلع لما انطلع سمحت السيد لما انطلع سمحت السيد بعد حرب تموز وقال ل جنرال عون ولطيار الوطن الحر انو هيدا دين بيرقبتي ليوم الدين صح وبعدو عم بيدفع عم بيسدد تمن هالدين بسيقتو تمن وغال كتير كان على حزب الله اوكي من جزء من الجزء الكبير من الدين دفعوا او سددوا بييصال عم بيشال عون الى سدة الرئاسة وهلا بعدو عم بيكفي نوع من من الدين بس في محل بدو يوقف هذا الامر التيلة تمنه كان غالي كتير على حزب الله وين فسريلي انا بقلك وين تمن غالي على حزب الله مع المرحلة التانية من تزديد الدين اللي هي مع الوزير جبران باسيل طب اليوم الوزير جبران باسيل طلب من حزب الله وعد انه هو بيكون الرئيس بعد مشال هون بعد فخمت الرئيس مشال هون ما قدر اخذ هذا الوعد لانه ما يحملوا اكتر من هيك الجماعة يعني حزب الله طبعا مش الطيار كمان حمل حزب الله يعني دايما بنحكي بغطاء الطيار المسيحي اللي اعطالها حزب الله حملوا بعضون اي بس كمان يعني يعني عم تحسسين انه حزب الله هو على حق وعم يدفع تمن ابدا اتنينيتهم اتنينيتهم حملوا بعضون بس حزب الله حمل اكتر صح ولا لا هي وجهة نظر انت اكيد بس عم تسأل اي انت ايش هي وجهة نظر انا بنظري حزب الله حمل اكتر من من التيار الوطن الحر اوكي انه طيار الوطن الحر فيت على لعبة اه ومثل كأنه مثل مثل ولد لما بيحرد بيقل له مطلت العب اوكي يعني ساعة بيطلع بيقلك بيهددك بورقة التفاهم ساعة بيطلع بهدتك انه انا حميتك ساعة بيطلع انه انا عمل لك الغطاء المسيحي وساعة بيطلع بيقلك بدنا اعادة نظر وساعة بيحردوا لانه ما مشي معهم بشغل بمجلس الوزراء بيطلعوا من طيب وين الوفا للحليف لما انه بتطلع انت بتطالب بتلت معطل بالحكومة بيجي حزب الله بيقلك اخي انا ضمانتك ما انا موجود معك تقوله لا بدي تلتم عطل هيدا هيدا وفا هيدا منه وفا عليك الحال كل فريق فيه يلي مكفي من هيدا الموضوع بس انا بالنسبة اللي عم تسألني وجهة نظري انا وجهة نظري انه حزب الله حمل من التيار الوطني الحر اكتر منما التيار حمل من حزب الله التيار كان مستفيد اكتر الهجوم يلي عم يتعرض اليوم العهد والتيار والوزير بيصير وكل والضغط الدولي يلي عم بيصير على العهد كمان تحديدا وبهالمرحلة مين سببه ما بعرف مش حزب الله معقول ما بتعرف يعني اليوم كل العالم فهمي انه سيح حزب الله هو عبق على المنطقة كلها يعني اليوم كل الدول عم بتحارب لبنان ويمكن عم بتقايدو كرميل حزب الله انا ما بشوف هيك كتير بس كرميل مين لكن انا ما بشوف هيك كتير عمقول اكيد في جزء كبير منه هو حزب الله بس انا بدي روح ابعد من هيك معك طيب اليوم لما بدوا يحاربوا تنقل حزب الماء الرادي حطينوا على لويح الارهاب بحطين وفي عقوبات وفي كل هذا الامر وعم تطلع لواحي وفيما ما بيقدروا يسافروا على عدد دول اي حدا الو علاقة بحزب الله عم نشوف رجال الاعمال يلي عم بيتهموا هلا ما بعرف متهمين ولا بريئين هذا موضوع اخر بس انه عم يتهموا بانه عم بيبيضوا اموال لحزب الله وعم يبعثوا مصاري لحزب الله وفي منه صار بالحبوسة بعدد دول واكيد متابع هيدا الموضوع هو بتعرفه طيب انه كان ممكن انه ينشغل مع حزب الله هلأ بتقلي العهد وعم ياكله وعم بيصير هيدا الهجوم عليه بس بسبب حزب الله لا مش بس بسبب حزب الله في جزء كبير بسبب حزب الله وفي جزء ايضا بسبب سياسات فاشليه تم اعتمادة وصلتنا للي نحنا فيه هلأ بيتلع حدا بيقلك خيئ اذا العهد هالأد معتبر انه هن مستهد فينه بسبب حزب الله طب خيئ فك ارتباطك مع حزب الله طلع فك هادا الارتباط شو اللي بيمنعك يعني الغزل ليه ما بيفك الارتباط مسلا اذا هالأد العهد اه مغبون وهالأد العهد يمكن لأنه وفد عم بيصير فيه هجوم عليه بسبب حزب الله يمكن لأنه وفد مع التحالف ولكم حزب الله بيعتبره اوصله للعهد ولا غير سبب ما بعرف تستضيف حدا منه نسأله انت تستضيفيون اكتر مني اكيد سائلتين اكيد معنا ليش معي سامر اليوم لأن سامر جاي معتلي كل المعلومات وجاي مشالله يكون الموضوع وفا يعني هلأ في البعض مدام هالأد عم نحكي عم نروح بالحكو في البعض بيعتبر انه في في نوع من الابتزاز ببعض المواقف يعني عم بقل لك هاي المواقف انه يا بتعمل معنا هيك يا بنحرد يا هيك يا انا بسكر من هون يعني انت يعني انت يعني اليوم انت عم بتوسيني بمرحلة انه انت رأيك الشخصة اكيد المرادة وحزب الله هني افضل كانوا من الطيار بكل شي عملوه انا ما قلت هيك ما تستنتج هاي اللعبة ما تلعبها معي استنتجم بلا انا ما بلعب انا ما تلعبها انا اكيد معي هيك انت يعني عنا تغيزي شوي حزب الله بس انا انا ما بغيزي الحزب الله انا حدا موقفي معروف زي هيدا اللي بدك تسمع وارحل لك انا حدا موقفي معروف تاريخيا اني انا حدا مع المقاومة للمرة الالف بدي اشرحها المقاومة بالنسبة للي مش يعني حزب الله قبل حزب الله كان في الفصائل الفلسطينية وكان في الحزب الشيوعي وكان في الحزب القومي وعملوا عمليات ورحلوا استشهاديين قبل حزب الله يلي برس ب82 وبلشنا نعرف لشي اسمه حزب الله ب82 صحيح صح قبلوا كم عملية استشهادية وعملية فدائية وكم سنة امحيدل وغير الفجر وحالهم بالاسرائيلية وما الى ذلك انا بالنسبة للي يا راج انا حدا مقاوم انا اؤيد المقاومة المقاومة ليست بالنسبة للي فقط حزب الله هلأ مسائبة انه حزب الله هو المقاومة انا يعني انت وقت كانت وقت كانت القوات مثلا بمطرح معين حمل السلاح ما حملت السلاح ضد الاسرائيلي القوات ام ابدا انا مع اي بندقية تنحمل تهاجب الاسرائيلة بوجه الاسرائيلة ينزل سامير جعجع هلأ وليش اليوم المقاومة مختقرة على طائفة واحدة لحظة ينزل سامير جعجع سامي جميل مين ما بدك يحمله برودت وينزلوا الوقات الاسرائيلة انا مال